طيب بالنسبة للسمنة المفرطة تتجاوز الميت كيلو يعني دي تبقى كمان التخصيص فيها صعب قوي وبتاخد وقت هل أصلا في البعض بيشوف اللي فوق الميت كيلو انه لا أنا مش هامل دايت أنا هتطر ألجأ لعمليات هل ده صح؟ آه ممتاز الكلام ده أولا ميت كيلو مش مش تخين قوي يعني أولا ميت كيلو ده كويس حتى بطول ده احنا اللي بنشوف على حسب الطول بتاعه لكن بيقول لي هاخش عمليات قبل ما يقول أخش عمليات ياخد باله كويس قوي انه ولو عند مشكلة مرضية يبقى مهما حتى داخل عمليات مفيش مشاكل أولا العملية دي عملية كبرى مش عملية صغيرة مش بسيطة يعني العملية الكبرى دي تلاها مخاطر مخاطرها ايه؟ الوفاة ممكن تسبب وفاة؟ أيوة ممكن تسبب وفاة وأي حد بيقول لك أنا عايز أعمل عمليات عشان تزهق من الضايت أنا جربت ده كاترة كتير ما يقولش الكلام ده يجرب صح يعمل التحاليل كلها صح يمشي نظام غذائي مش عشان يعمل عملية مع الفلوس حيوم يعمل العملية أو حتى تستلف عشان تعمل العملية وعلشان هي زهقت أو مش عارفة أنا عايزة كل أنا عايزة لا إحنا بعد ما نعمل العملية لازم نعمل نظام غذائي صحيح لأن مع العملية لازم نظام غذائي لو كان غلط بعد العملية حيزيت في الوزن وده اللي بنشوفه كتير جدا أن الناس عملت العمليات يقول لي لا ده ندخنت ده العملية بازت لا معنا ما بازتش أنت كلت غلط في الفترة دي كلت حلويات كتير كلت شوكولاتة عصاير كتير فيها نسبة سكريات هو ده اللي زوده في الوزن ما ننجأش لعملية إلا ما نجرب ست شهور ست شهور متواصلة بالنظام غذائي صحي ونكون عاملين التحاليل اللازمة وتحت إشراف طبي بعدك لو فشلت ومش قادر يبقى فاكر على عملية ده ممكن يكون سببه إيه بقى إن حده مثلا يكون عامل نظام غذائي وزي ما حضرتك قلت قاعد ست شهور على هذا النظام وما يخسش في النهاية ده ممكن يرجع سببه إيه ممكن يكون سبب مرضي أساسا نقص فيتامين دال بتفرق كتير جدا ممكن يكون عنده مقاومة الإنسولين وبرضه دي مهمة جدا أو الغضة الدرقية مش شغالة برضه بتزود في الوزن فمهما عامل أي نظام غذائي طول ما فيه مشكلة مرضية مش هيخس أبدا إلا لما نحلها مع النظام الغذائي طيب فيه ناس بتلجأ للأدوية يا دكتور الله أنت بتقولي كلام ممتاز جدا شكرا وخصوصا بعد التكلم بقى في حكاية الأدوية دي لأن فيه ناس بتجيلي وأنا شفت كثير قوي الكلام ده يجي يقولك جاي الدواء من على النت أو جايبه من عند دكتور بيقوله الدواء ده هو الخلاصة إنه ما فيش حاجة اسمها دواء من على النت ولا دواء من جوه من عند الدكتور أو الدكتور يديله الأدوية عنده في العيادة يعني نجيبه من الصيدلية تحت إشراف وزارة الصحة يا ما نجيبوش نهائي الدكتور مشهور دكتور مشهور ده هو الدواء بتاعه ما فيش حاجة اسمها كده طيب الحؤن بقى اللي هي اللي بنسمع عنها كتير قوي اللي هي بتاعت السكر اللي بتخسس هل هي فعلا كويسة؟ أيه كويسة مولناش حاجة بتعمل ايه؟ بتسد النفس هل في دواء ممكن يدي بدل الحؤن؟ لأن بس ناخد بالنا في حؤن بتتاخد كل اسبوع والناس كلها عارف فيها اللي بياخدوها حتى في أمريكا وهنا بيدوروا عليها ومش لقينها وهي الحؤنة التانية اللي هي بتتاخد كل يوم اللي هي مضادة هي أساسا للسكر بس اللي واخد تصريح من منظمة الصحة الأمريكية واحدة بس مش بتاعت كل اسبوع بتاعت كل يوم اللي مش لقينها هي اللي مش لقينها أساسا وبتادوا ينزلوها حاجات ممكن تكون مضروبة فعشان كده ما نشتريش من أي حد عشان خطر ما نقولش ناخدها وبياخدوا الدواء كمان واللي أنا لقيتوا إن في ناس كتير قوي بتشتري الدواء من هنا لأنه أرخص كتير ويروحوا يهربوا من بره فده خطر فإحنا محتاجين إن إحنا يبقى في رقابة ما ناخدش بكميات دواء كتير من صيدلية واحدة يبقى لازم نحط عليها علامة نعرف بزيزة 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 راحة فين طيب صدر فنكامر اللي أنا عايز أقوله الأدوية الدواء الوحيد اللي بيتاخد حقنا كل يوم ده بيسد النفس بس هل بيخسس والكلام بقى اللي بسمعه كايما بملعييني عندي يقولي طب بيخسسني أدئة في الأسبوع طب بيخسسني أدئة في شعب وليس حاجة اسمها كده ليس حاجة اسمها النظام ده هيخسسني أدئة أنا هعمل إيه؟ ما فيه واحد بيلعب رياضة واحد ما بيلعبش صحيح مش النظام يقولك سبعة كيلو في سبعة أيام طب إزاي يعني؟ طب إنت لو ما بتتحركش ما بتعملش أي مجهود يبقى مش هتخس أبدا لازم الرياضة والأدوية تحت إشراف طبي ما ناخدش الدواء من عندي ولشان حد جربه قبل كده وأنا هعافهم بيتعمل إزاي معا طريق النت أنا ممكن يسبب لي مشاكل لأن الدواء حتى الدواء الحؤن له معايير معينة يعني اللي عنده مشكلة في الغدة الدرقية وتكون مثلا عنده في الأسرة بتبقى عندهم بعض السرطانات في الغدة الدرقية ده ممنوع نهائيا ياخد الحؤنة اللي هي بتاعت السكر اللي بتخسس ليه؟ لأنها ممكن تسبب مشاكل كتير ده اللي حنيقدر يحدده الطبيب المعالج والأهم يكون طبيب بشري مش حد عشان المهنة لمة قوي زي ما بيقولوا كده فده مش حينفع لازم يتأكد نهو دكتور متخرج من كله الطب أو علاق طبيعي يكون فاهم وواعي للكلام ده في دواء ممكن ناخده قراص بدل الحؤن أنه الحؤن الشغلانة المهببة دي هاخد حؤن متعبة أيوة فيه دواء والدواء مصرح به من منظمة الصحة الأمريكية وجميل جدا وموجود باسم تاني موجود هنا في مصر جديد ممكن نقدر ناخده وأرخص كتير وتحت إشرف طبيب دم حقا موسيقى